قلت عن النايت ويتس؟ قلت لهم إنه هن وراد الوايت نايتس قلت عنهم ولاد قليلين التربية مش متربيين لا أمري قلت كهو وصفتن بأيه؟ لا أمري ما قلت عليهم كهو الوايت نايتس أنا كنت أول المدعمين كنت أول المدعمين، الدعمين ليهم ولكن لما خرجوا، وهم كانوا أكبر الدعمين لها يعني الوايت نايتس عملوا لي دخلة عمرهم ما عملوها لأي حد في تاريخ نادي الزمالك وصفتهم بالعط كمان لا يعني أنا قلت لما الويت نايتز خرجوا عن هدفهم الرئيسي وهو المدرج وتشكية نادي الزمالك واتجوا للتجاهات سياسية بالنسبة لي فقدوا جزء كبير من حب لهم لأن أنا كنت شايفهم أنهم ليهم قيمة كبيرة جدا وهم جوا المدرج بس وهم بيدعموا نادي الزمالك وهم بيلفوا ورا نادي الزمالك أفريق وهم بيعشاؤوا نادي الزمالك بلا مقابل وهم بيصرفوا فلوس من جيبهم عشان خطر طيب وحصل اي يعني اتجهوا قادة بتاعهم للأسف فيه منهم كتير اتجهوا اتجاهات سياسية وابتدوا يستغلوا اندفاعهم لأسباب سياسية وانا بالنسبة لي ده بالنسبة لي ده يعني يعني ده مش صح لو كانوا فضلوا جوا المدرج بس ما كنوش يخسروا الخسارة اللي هو ما خسروها هنلاقي مشاكل هل في حال يعني تقريبا كل ما يكون في عنا ضيف بهذا المستوى ورياضة دايما بسأل عن الالترس رح يلتقال حل يعني رح نرجع عن تابع مباريات مع جمهور بشكل لائق ومحترم مشكلة عويصة مشكلة كبيرة مش سهلة مش هتحصل يعني برائيك لا ان شاء الله ان شاء الله تتخذ انا يعني الاجراءات انا قلتها بل كده كتير لازم يتم يبقى فيه season tickets بطاقات موسمية برقم البطاقة بالداتا وهو دا اللي بتدي يحصل اللي كان عم بيحاولوا كمان يعني لازم يتم يبقى فيه مسئولية يبقى فيه مسئولية تجاه الجميع داخل المدرج واخر نجي المدرج طيب